أسوال الأخير ما هو إن الإسلام في الاستنساء وتأجير رجل المرأة للولادة وما يحدث في الغرف الآن هل هو جاهد في الإسلام أم لا والرهي يؤجر بثلاثين ألف سولاد لإقتصار هذا شيء لا يجوز لأن هذه عادات نشأت في غير مجتمعات إسلامية المسلمون عاداتهم نابعة من جنهم أما كون المرأة تؤجر رحمها فهذا أمر فيه انتهان وإهانة لكرامة الإنسان ولا يجوز مفهوم الكلام هذا؟ سواء تؤجر بثلاثة دولارات أو بثلاثمائة دولار أو ثلاثمائة أو ثلاثين ألف فهو ممنوع الاستنساء طبعا هو نوع من الكوارث التي يجب على جميع البحر أن ينكروها لأن هؤلاء الناس يريدون أن يشككوا في أن الله خلق الإنسان بقدرته وإرادته لكن حتى في هذا الاستنساء هم لم يخرجوا من خلية لأن لا يستطيعون أن يستنسقوا إنسان من غير إنسان الخلية اللي بيقضوها وبينقضحوها وبعدك اللي بيستنسقوا منها إنسان أو حيوان هي في الأول والأخير خلية مخلوقة لله الواحد القهطار فلهذا السبب هم ما جاءوا بجبيه زي ما أنت عندك نصحف في أديم تعدك بشتصورة ألاك التصوير موجودة كثيرة هنا في ميدوري وفي المآمية في الأخرى ولا لا طيب أنت عندما تعمل وتعمل جهده وتصور الورد وتجبير هل أنت يعني حكم كفما النعم القاعد كده هو كتب القرآن من أول إلى آخر كده من حمره درجته واحدة ابقى خلاص المسألة كده ما فيش أي مشابهة بين الله وبين محاولات الإنساء للسنساء اللي بيقولوا عليه هم بيعملوا فعلا بيحاولوا في فعلا ولكن سوف يكون خالص عليهم إن شاء الله نعم تأجير الرحم يعني واحد عند مره ما بتلت واحد عند مره ما بتلت خلاص بيشيله ألم هنا هنه ألمهو ويقضي البويضة لتعمرت يلبوه ويحطوه في رحم هنا مره آخر تحمل بيض وبعد كده يعني حطوه مثلا في أنبوبة وكذا ويحول إنشاء إلى بطن الأمة الغير حقيقية فالمرأة دي إلا وضع فيه ماء رجل آخر هي وقع فيما يطلق عليه في غاية زينة مهما كان ما هو الكلام هذا فهو لا يجوز أما الاستنساء فكما قلت لك أنه أمر مخل بالأخلاق ومعيد من الآداب أنه لا يجوز ماشاء الله في فقبين لا يجوز وكأن الناس لا يجدون يسوه لأنك دائما إذا شلت الغلة وتربتها بتبذل كده أو للم؟ أعلم